في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لقوات المسلحة بتنفيذ مشروع الجنوم المرجعي للمصريين والذي تم الإعلان عنه في مارس 2021 أنشأت قوات المسلحة أولى وحدة بنك حيوي بايوبانك أوتوماتيكيا بالكامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي لقوات المسلحة وتتمثل أهمية البنك الحيوي في قدراته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة بما يصم في تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها ويأتي هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر وفي ذل الجمهورية الجديدة